معلش يا جماعة استحملوني النهاردة I like to come out واقول حاجة كنت مخبيها بقى لي كتير انا عندي مشكلة كبيرة جدا مع بتوع delivery يعني انا لما بطلب حضرتك عن طريق application application عندك العنوان عندك بيانات البنكية عندك اسمي بالكامل ده حتى يعني ماسك جزمة عندك ليه بتتصل تتأكد من العنوان ولو انا مردتش عليك الطلب يتأخر ليه؟ يعني ده تعزيب نفسي غير منطقي جعان وعايز اكل الحقني والاكتر من ده كله لما يتصل بعد نص ساعة من ما انت عملت الorder بعد نص ساعة ايو يا فندي بس حبيتها راجع مع حلاك العنوان طب ممكن تبعتلي location طب انت عندك العنوان انت بقى لك نص ساعة بتعمل ايه كل ده؟ ولو قلت له انت فين يا فندي بانا لسه في المطعم ما اتحركتش يا راجل I am hungry كله كومو تيجي فاقرت بقى لعبة الشطرنج فيه كده ايه حتة كده بتحصل مثلا يكون عبدا ساعة مثلا كده على الطلب وهو مفروض يوصل تلاقي كده يجيلك انت صال من رقم غريب انت عارف اللي هيحصل قال له ايو يا فندي انا عالطريقة اهو بس ممكن بعد انت تبعتلي location فيه اجدعان فيه والله طبعا هنا انت بتبقى ايه عارف انت اعلى درجات ضبط النفس هنا عشان يجيلك الاكل سليم ما يعملش حاجة فيه قوي عشان يجيلك اصرف نفسك فبتقرر تقوله الجملة الشهيرة طب خلاص ماشي انا موافق ابعتلي حاجة على الواتساب عشان ابعتلك location هنا هو بيبقى مش طائق نفسه على فكرة بيبقى عايز اخبطك بحاجة بس يا فندم انا بكلمك واتساب لا والله يا فندم امي الوحيدة هي المسموح لها تتصل بي واتساب كل خلاص ماشي يا فندم ابعتلك ايه حاجة على الواتساب بتلاقيه بععتلك كده حاجة ثلاث حروف مش مفهومين بس انا متأكد ان هم اشتيمة بس هتعمل ايه الجوع كافر بتروح بععتلو location اللي انا افهمه افهمه من ال applications كده في السريع يعني انما تعذبني باربع خمس مكلمات عشان يجيلي ال order يعني مظنش كده فيه فرق عن الاتصال عدد ال delivery اللي انا مسجلهم عندي contact list علشان بس ابعتلهم location اكتر من اللي اعرفتهم في حياتي مش كده اجد عاني يعني انسهل على بعضينا